نسعد اليوم باستضافة الأستاذ أمين لغيدي الخبير الدولي في الدبلوماسية وسيادة في نقاش الحصاد أهلا وسهلا بك أستاذ أمين وشكرا على قبول دعوة ميديا في هذا النقاش شعر فلي بداية هذا النقاش حول الموضوع الرئيسي الذي يمثل تيمة هذه الدورة الخامس عشر لمنتدى ميديز بطنجا وهو عالم متعدد الأزمات متعدد الأقطاب أو العوالم كيف يمكن أن نقرأ هذا العنوان؟ كيف يمكن لعالم متعدد الأزمات أن يصنع لنا عالم متعدد الأقطاب متعدد الاتجاه؟ بداية أتشرف بترأوسي لمجموعة من المحاضرات اليوم في ظل هذا المنتدى البارز منتدى ميديز الذي يحتفله بسنته الخامس عشر الذي كان لي كذلك شرف أن ينحضر من أول دورة والذي ينعقده تحت ريعي الساميال صاحب جلال ملك محمد السادس نصر الله وأيده منتدى يعرف استمرارية في العطاء استمرارية كذلك في التجدد واستمرارية في خدمة مصالح الوطن وأصدقاء الوطن وفي خدمة قارتنا والجلوب ومنتدى نجح من منظور المتواضع جدا في بناء الشيء المهم وهو عائلة من محبي المغرب حول العالم اليوم وكما رأيتم قبل ذلك عدد من الإخوة، الوزراء، رؤساء الوزراء، رؤساء مجموعة من المؤسسات العلمية والاقتصادية الدولية لم يعودوا فقط مع عارفة وأصدقاء بل هم إخوة، نعرف عائلته شغلنا معهم، هناك مستثمرار بينهم في المغرب، هناك من دعام المغرب، هناك من دعام المغرب كذلك صارنا عائلة وبنينا الثقة والثقة تنبني على مبدأ الاحترام هو مبدأ الأساسي لبناء العلاقات بين الأشخاص وبين الدول كذلك وأسمى درجات الاحترام وأولها وأخيرها في نفسه الآن هو السيادة واحترام السيادة مبدأ مقدس لدينا كمغربة السيادة تنترى بقضيتنا الأولى وسيادتنا بالمفهوم الشامل للجامع من أهم مؤسسات ودعامات سواء السياسة الخارجية أو كثالك السياسة الداخلية من مكان المغربية الشريفة سنقيادة شئر رشيدة لصاحب جلال نصر الله سواء منها الجانب السيادة السياسية لأن قبلوا تدخولا أجنبيا سيادتنا الاقتصادية هو المفهوم الذي مأسس له صاحب الجلالة ونظر له في خطابه الشهير في تساح البرلمان في 8 أكتور لم تخني الذاكرة من 2021 حيث تكلم صاحب جلال نصر الله وأيده عن مبدأ السيادة بمفهومها الشامل الجامع بما فيه الجانب الاقتصادي عن طريقي تطرقي إلى موضوع السياسة الطبيتي والدوائية تحسيدا لمستوى العيش المغاربة كذلك التغطية الصحية السيادة كذلك الطاقية تحسيدا كذلك المستوى عيش المغاربة جلب الاستثمارات خصوصا منها الصناعية صديرا لطاقة بما فيها الطاقة المتجددة واحتراما لأجندة المناخية كذلك السيادة الصناعية ومبادئ أخرى من السيادة بما فيها الغدائية والتي يسايم فيها المغرب بشكل كبير السيادة إذن تم الإجماء عليها من طرف كل المتدخلين وقد كنتم حاضرين شهداء على ذلك دعم لسيادة المملكة المغربية الشريفة وهو دعم لقضيتنا الوطنية وهو دعم كذلك للعدالة في الأرض فقضيتنا قضيتنا عديلة وفدت الآن دعم كذلك لسيادة اقتصادية من جموعة من الدول الإفريقية وكان هناك إجماء من طرف الإخوة الأفارقة بلو حتى الغير أفارقة لأن المغرب يجب أن يستمر في لعب الدور الذي لأبو لي كقاطرة للتنمية تشاطر خبراتها تشاطر إيمانها بنفسها لأن في وقت الأزمات تشترقت من ذلك في مقدمتكم أمين بسرعة الأزمات في فترة خاصة هناك من يصعد وهناك من يرجع للوراء وبلدنا الحمد لله نجمه ساطئ وسيستمر في السطور وفي العطاء ما دمنا مؤمنين بأنفسنا في الإيمان مهم جدا الإيمان بالله عز وجل إيمان بالوطن وحدتنا حول مالكين مهمة جدا الإيمان والوحدة هما نقطة القوة المملكة المغربية صراحة سواء في المجال الرياضة في مجال الاقتصاد في مجال ديبلوماسية نقطة الفيصل بين المغرب ودول أخرى هي إيماننا بأنفسنا وهي وحدتنا كذلك هي نقطة الفيصل ويجب أن نستمر لأن الدول لا يتم اختراقها من الخارج يتم اختراقها من الداخل ولا يمكن أن نسمح بعد ما بيننا وبعد تضحيات التي تم تضحيتها وأن يتم اختراقها ولا نسمح بذلك وفي ذات الآن وليستمر الإيمان يجب أن يكون هناك إنجازات واستمرارية في الإنجازات في أرض الواقع واشتغال بجدية أكبر ربما حسب تعبير العائل المغربية صحيح وهنا ذكرت واحد الجانب المهم فهناك الجانب ما يسمى باللغة الفرنسية بالماناجمنت أو باللغة الإنجليزية والليدرشيب الماناجمنت هو إلم تسير وهو إلم براجماتي ولكنه غير كافي وإن كان ضروريا ومؤكدا لأنه تسير أحد المجموعة من الموارد للوصول إلى أهداف المعينة في ظرفية معينة حتى يكون هناك أهداف ويتم تحقيقها مرقمانة ولكن بإضافة إلى ذلك هناك الجانب اللامادي هو الجانب الليدرشيب والليدرشيب يعني أن يكون هناك نظرة يجب أن يكون هناك القدرة على التأثير في الآخر إيجابيا يجب أن يكون هناك أخلاقيات وإخلاقية المغرب واضحة وضحة الشمس ونفتخر بها جميعا لأنها هوية قوية ضربة في عرق التاريخ 3500 سنة فأخورنا بها الحمد لله نتكلم عن تضامن الذي رأيناه جميعا إقاب الزلزال ورأيناه كذلك في الكوفيد وفي كل المحل التي مر بها الوطن ونتمنى أن تكون قليلة ولكن المغرب كانوا محادين المغرب أعطوا بإيمان مرة أخرى لأنهم كانوا مؤمنين بأنفسهم ومؤمنين بأن الوطن سوف يعادوا بناءه وما تم بالفعل الحمد لله بما فيه ذلك العطاء والمغرب معطائي الحمد لله ومن لم يعطي من القليل لا يعطي من الكثير والمغربي معروف تضامن الحقيقي وعدم انتظار البديل وعدم انتظار أو أخذ بزمام الأمور والأخلاقية هذه هي التي يجب أن نحافظ عليها ويجب أن ندفع بها للقدام طيب سي أمين إذا رجعنا لسؤال في بدايته اليوم نشهد عالم متعدد الأزمات متعدد المراكز إذا صح القول قبل هذه الفترة كان ربما الضاحية أو الجوانب هي الهامش اليوم صرنا نشهد عالم يتغير من كان قوة كبرى صار ربما يتراجع أو في طوري تراجع والعكس صحيح وبالتالي من هنا تبرز أهمية تيمة هذه الدورة السؤال هو كيف يتمظهر هذا الأمر طبعا هناك صراعات جيوستراتيجية جيو سياسية ثقافية كذلك لكن كيف تبرز وتتمظهر هذه المتغيرات باعتقادي في عالمين كلهم متغيرات يجب أن نخرج من نظراتين بنية فقط على الإيديولوجيا ونمر إلى نظراتين ازدواجية من جهة فيها ثقافة ثقافة العمل ثقافة حب الوطن ثقافة العطاء التي تكلمت عليها ومن جهة أخرى فيها براغماتية إنجاح الأورش الكوبرى والمغرب الحمد لله وهو أمر معترف به خارجا ونعرفه ونفتخر به كمغاربة داخل الوطن وخارج كذلك تحية إخوة المغاربة المقيمين بالخارج والذين نقومون بالكثير لوطنهم نعلم أن بلدنا بلد أمن واستقرار بل أكثر من ذلك بلدنا صار دعامة للأمن والاستقرار صار دعامة لمكافحة الإرهاب في العالم بأسره وشريكا للقوى الكبرى وشريكا كذلك لكل الإخوان ونكون أصدقائنا حول إفراقي والعالم نتكلم عن ذلك لأن اليوم مع الأزمة العالمية الخطر للإرهاب وخطر للتطرف سوف يزيد وليس هناك حلول للدول بعينها وكلهم يطلبون في الخبرة المغربية في مجال الأمن في مجال الاستقرار وكذلك في مجال المكافحة الإرهاب نحن قواتنا المسلحة الملكية بأوامر سامي من القائد على صاحب جل نصره الله معروف لهم شهود لهم في العملية التي تقوم به كقبعة زرق تحت بدلة الأمم المتحدة سواء في إفريقيا أو في مرات أخرى من العالم مشهود لها بانضباطها بنزاهتها مشهود لها بنجاعتها والإدارة العامة الوطنية والأجهزة المغربية مشهود لها كذلك بخبرتها الحقيقية في قارتنا إفريقيا وكذلك في أوروبا وحول العالم في مقاربة استباقية لنزع الفاتيل والمخاطر الإرهابية ومخاطر التطرف بل أكثر من ذلك حتى عندما يريدون إزالة خطر التطرف يلجأون إلى المغرب لأن مقاربتنا كإسلام سمح نعرف ما هي الحركات الإرهابية نعرف كذلك ديماغوجيا التي تستعملها لغسل الأدمغة ونعرف كذلك كيف نزيل السم الذي تم زرعه في قلوبه وفي عقوله مجموعة من الشباب سواء المغرر بهم أو هذا لنا خبرة حقيقية في الموضوع ولنا كذلك قدرة الحمد لله في تحوير مجموعة من نقاط الضعف إلى نقاط قوة مثلا النقطة التي كلمنا عليها سابقا للأمل الغدائي ومن هنا عفونا على المقاطعة من هنا تبرز أهمية ما يدعو إليه العاهل المغربي وكذلك مجموعة من المسؤولين المغربة من وزراء إلى تحويل الأزمات إلى فرص تحيح تحديات إلى فرص نشارك معك واحد عمر الذي كنتظر أنك تعرفه سنة الماضية كالي شرفت الحصول على الدرع التمييز من صندوق العربي الفلاحة والغداء وفي كلمتي لم أتحدث عن أي بحكمت به والمشروع تكلمت عن مرجعية التي استلهمت منها التوجه وما قمنا به وهي توجهة سنميل صاحب جانسر الله لفضلها اليوم المملكة المغربية الشريفة صارت قاطرة فعليت للأمل الغدائي العالمي من الباب المابينج دي الأراضي ومعرفة ما هي تها الجيولوجيا والكيميائية إلى باب الفرتيلايزر أو الأسميدة ومواكبة الفلاح مواكبة علمية حتى يستطيع أن يسير وليس فقط أن يزرع أن يسير مزرعاته إمكانية الولوج إلى الأسواق الإمكانية كذلك اللوجيسية لضمان أن الموارد الغدائية تكون حاضرة العام كامل وليس فقط في فترة مؤينة إلى التحوير إلى التصماية وإلى ماذلك لذلك هدو المقاربة المغربية وهدو المساهمة المغربية والرغبة للمغرب اليوم الحمد لله هو الذي يعطي لنا الإحترام من الدول في العالم وكذلك استثمارات حقيقية اليوم بجموعة من الخبراء الفلاحيين وجموعة من شركة استثمار المغربية مشاكل لدول الأفريقي كان أراضي كان ويقن 경الي جي للمغرب أنсе المساهمة الافريقية المساهمة جيدة ومعترفة بها جدا نقطة ثانية والتي مهمة جدا بعد من الامن ومحاربة الإرهاب والتطرف بعد من الموضوع الامن الغذائي المهم وجامع ومانع عنفة للبشرية الجمع وجال فرص التثمار ومحور عنفة النقاط للقوة تفكر عما التمانينات وتسعينات كيف كانت الوضعية عنها نعم من دول عزيزة علينا جدا وشقيقه نستورده كل شيء اليوم باكرة المغربية قربت 50% من القدرة قدرة الانتاج واكثر من ذلك ونقتصرين فقط على الطاقة نسميه اليومة كلاسيكية وإن كانت الاساس كذلك الطاقة الشمسية الريحية والمائية اليومة أولينا دولة ذات بادرة وتأخذ البادرة في مجموعة الطاقات الجديدة بينها الهيدروجين الأخضر وليس فقط الانتاج الهيدروجين بل أكثر من ذلك بعد أن نصدر عن طريق الكابل البحري بلد الصديق والذي يحترمون مريبون ونحب كل من يحترمون ومن يشتغلون معنا هناك مشروع جميل تم توقيعه وفي طور التفايل من الدخل الجنوب المغربي إلى المملكة المتحدة التي تصدرت باقات المتجديدة عن طريق كهرباء هناك اليوم الشبكة الكهربائية الحمد لله وصلت تلقرقرات في الجنوب المغريب غداً لا يجدوا شيء هناك مانع أنها توصل تل موريطانيا وتل سينيغال وتلمجموعة من الدول الشقيقة وذو البود الأطلاسي نصروف نون بير في المسيرة الخضراء وفي ذاتي الان هذي كتجي كتكميلة الأسوس التي تم وضعها من طرف صاحب الجلالة وما بينها المشروع المشروع الانبوب الغاز اللي جاي من نجارية المغرب وكننذكر بالبولد اللي نخص نحنا كمغرب نحن نحفظه الجغرافية الإفريقية هذه القيمة المضافة دينا لأن الحمد النواوي دينا لدينا إفريقي كذلك نكونوا مفتخرين بمعرفتنا الإفريقي لأن الأجنبي ما تعرفش إفريقي بحال نحتوله معرفة ما تحترم التقافة والحضار نحن نحن نحترم بناتنا تجمعنا الدين وتجمعنا التقافة وبعد مرة تجمعنا التلغة وتجمعنا الجغرافية ثم خرجنا من نيجاريا وهي أكبر دولة في إفريقيا من ناحية تعداد السكان وأكبر كذلك نتيج خام وما إلا ذلك ودولة وايدة جدا عندنا الطوق وعندنا البناء والبناء كانت إمبراطورية كبيرة بعدما نستخدم هذه الأمور نصل إلى غانا كانت المفتوكيه في الساحل العاج بلد الشقيق صديق وزير خارجي لما كاننا اليوم كانت المفتوكيه في سيراليون عيد دولتين غنيتين بعد الحرب الأهلية فى الأمن وكذلك الاستثمار كانت المفتوكيه في سينغال الغينيا السنغال الشقيق والمريطاني والمغرب ومشروع الغاز على الشكياج البني لأنه مشروع ممنهج في نفس الحقان يمكن جمعات الدول تصدر لأوروبا وتعاون أوروبا في أنها كذلك يكون جمعة من المصادر بلا تزاحم التشيي واحد بلا تدخل منافسة منافسة تشيي واحد لأنه ليس يدول هدف دينا وتأخذ قيمة مضافة بالعملة الصعبة الاجديدة كان دول اليوم منتجة للغاز تقدر دخل في المشروع نبوبا وفرحانة ودول الخرعة تستفيد من الغاز لأن الغاز هو الكهرباء في طنجة إذا كنا نصدخل دارس الأصيلة الغاز يعطينا الكهرباء للمغالية ولم تقالي بزاف الطبيعة والمناخ وفي ذات الآن الغاز يتحول إلى صناعة كيميائية لذلك يتم تقوم بعمل جميع الجوانب قبل أن نصل إلى تصدير ورخصنا بنية تحتياق وزينات الانابيب ومن المشروع ومن المشروع هذا هو التواصل الذي نقوم به ومن المشروع تعريف بالمشاريع المواطن يحب وطنة يحب بلدة مؤمن بوطنة يجب أن يرى هذه المشاريع في مسؤوليته اليومية في طموحاته اليومية لكي قرر وليدات ونقررها في هذا المجال لأنها ستستفيد من النغدة لأن هذه المشاريع المالكية فين غادية إلا عندو شي باركة بغاية استثمارات يقول لك هل استثمارات لأنه كان الوبرتوليتي وكان الفرصة عند يجري القدام وخلصا ندروا واحد نوع من التحوير لأنه يجب اليوم ربحوا معنا الشارع حول هذا المشاريع على ذكر هذه النقطة أستد أمين وأخر سؤال وأتمنى أن يكون الجواب مختصرا إلى حد ما طبعا العاهل المغربي لطالما اتجه نحو مسألة التعاون الإفريقي مع البلدان الشقيقة طبعا من خلال كل هذه المشاريع التي أتيتم على ذكرها لكن بالمقابل وهذا كان موضوع الندوة التي شاركتم فيها نظرة أوروبا العلاقة بين أوروبا وإفريقيا هي إلى حدود اليوم علاقة ملتبسة استمرت لمدة طويلة ارتباطا بالاستغلال الاستغلال الموارد اليوم القارة هي في طور النمو نمو متصاعد وكبير جدا من ناحية الاقتصادية لكن مع ذلك ما زالت النظرة الأوروبية ربما تنظر إلى إفريقيا كموارد كمصدر للموارد باختصار إذا تفضلت كيف يمكن أن نقرأ هذه العلاقة بين القارتين خصوصا أنه في اليافطة العامة هناك نوع من التعاون لكن ربما فيما هو مبطن ما زالت تلك النظرة الاستشراقية لا تحيل فقط على الشرق في هذه الحالة سيد العزيز الجغرافية جعلتنا قريبين من القارة الأوروبية زمن الاستعمار قد ول لم ولن نقبل شيئا غير الاحترام والمصلحة المتبادلة هذا المنطق واضح وأظن أن التحدي مشترك فعلينا جميعا كمغاربة وكأفارقة أن نتعلم من جديد حب أوطاننا وقارتنا وليس فقط الحب والحب مهم بل بناء نظرات استشرافية للمستقبل والعمل على إنجاح تلك النظرة ليس فقط بمبادرة فوقها وكذلك بمبادرة شخصية من جهة وأوروبا مطالبة بتغيير نظرتها لإفريقيا لأنها من ستربح من تغيير هذه النظرة القارة الإفريقية ليست وزعة لأحد القارة الإفريقية ليست غنيمة حرب لأحد القارة الإفريقية ليست مواردة طبيعية فارغة تحت السماء يأتي من شاء ويأخذ منها القارة الإفريقية عند المولية عند الأفارقة عند ناسا عند النساء ورجال نحبهم إخواننا ونحن منهم من واجبنا بناء قارتنا وبناء الأمن والأمان وبناء الكرامة للإنسان المغربي والإفريقي شكرا جزيلا لك سيد أمين لغيدي الخبير الدولي في الدبلوماسية والسيادة شكرا جزيلا على هذا الحوار وعلى هذه التوضيحات بشرف ليسي أمين